أعزائي مشاهدينا الكرام في أنحاء جمهورية مصر العربية أهلا وسهلا بكم في برنامجنا في بيتنا مدرسة على قناة مصر التعليمية ومجال التعليم الفني طبعا التعليم الفني بين الناحية الشمولية في مجالات كتير فيها زي التعليم الفني الزراعي التعليم الفني التجاري الفندوقي الصناعي مجالات عديدة جدا لكن أنا اليوم إن شاء الله بنعمة ربنا هناخدكم في اسمحولي يعني في جولة في التعليم الفني الزراعي عايزين طبعا حلية اليوم مش للطالب الفني فقط ولكن لأولياء الأمور وبالأخص الطالبة اللي خارجين من المرحلة الإعدادية هلفت نظرك على التعليم الفني الزراعي بكل التخصصات اللي فيه سواء تخصصات رئيسية أو تخصصات تقدر أنت تختارها حسب ميولك العلمية والفكرية ومستقبلك المهني فعشان كده النهاردة إن شاء الله هنستعرض مع بعض إيه اللي إحنا لما تكرر إنك تدخل التعليم الفني الزراعي إيه اللي إنت هتدرسه الخريطة الزمنية للثلاث فصول أو الثلاث صفوف صف الأول والثاني والثالث السنو الزراعي والمجالات زي ما قلنا متعددة كتير جدا فيه تخصصات رئيسية هدي الضوء عليها برضو عشان تبقى عارف لأن أي خريج هيكون من التعليم الفني الزراعي لازم يكون عنده أساسيات في اتجاهات عديدة أو فيه أقصام كتيرة وفيه أقصام زي ما قلنا أنت باختيارك برضو هستعرض وهتكلم عنها بشيء من التفصيل عشان تكون قادم على مرحلة أنت مختارها بنفسك وتكون قادر على تحديد مستقبلك المهني تعالوا مع بعض نشوف العرض التقديمي ونتكلم عن التعليم الفني الزراعي من حيث محتواه كتخصصات مبدئيا التعليم الفني الزراعي إحنا كمصر في الأساس بلد في المقام الأول بلد زراعية طبعا لوجود نهر النيل أو شريان الحياة طبعا ربنا خلى الماء أساس لكل كائن حي سواء نبات أو حيوان أو إنسان فوجود نهر النيل عندنا والأراضي الخصبة خلى مصر وطبعا الجو المعتدل خلى مصر في منطقة زراعية رائعة ده غير التوسع في السحراء سواء كانت سحراء غربية أو شرقية من خلال مياه الأبار فبما إن مصر بلد زراعية تعالوا نشوف مع بعض أنا كوني خير ليك من المرحلة الإعدادية وعايز أفكر في المرحلة الجاية أخطار تعليم زراعي تجاري فندقي أي أن كان أنا هتكلمه النهاردة وهشرح لحضرتك عشان تقدر تقرر هتتواجد معنا في السنو الزراعي ولا لا وكذلك برضو أولياء الأمور لأن فيه طموحات كتير والمجال كتير في المجال الزراعي كمهن زراعية أو أن نقدر نخرجك فني ماهر في السوق المحلية وممكن كمان العالمية تعالوا نتابع مع بعض ونشوف التعليم الفني الزراعي تخصصات المجال كتعليم فني الزراعي طبعا الصورة واضحة عندنا ما يقرب من 6 تخصصات دي أقدر أخطار منها زي تخصص الفني معامل هشرح إيه المواد اللي بندرسها وهنتناول طبعا التخصص ده بالتفصيل ولكن ده تخصص اختياري يعني أنا كطالب أقدر في مرحلة معينة من بداية من الصف الثاني أخطار إن كاني هتخصص في المنق فني معامل أو عندنا تخصص في المجال الزراعي اسمه تصنيع غزائي هنتكلم برضو عن المواد اللي بندرسها عشان أقدر أكون خريج قسم تصنيع غزائي القسم الثالث عندنا قسم مايكانة واستصلاح الأراضي والقسم الرابع قسم حاصلات بستانية خاص طبعا بمحاصيل الفكهة والخضر والزينة والنباتات الأطرية القسم الرائع طبعا إنتاج حيواني وداجيني وقسم إنتاج وتصنيع الأسماك ده بشكل عام التخصصات اللي أقدر أتخصص فيها في التعليم الفني الزراعي بداية نسمحولي أخدكم جولة كده عن المواد اللي احنا بندرسها في الصف الأول والتاني والتالت كرؤية عام عشان تقدر تصنع قرار ممكن أنك هتتجه نحو التعليم الفني الزراعي فالجولة اللي احنا هنعملها جولة مبسطة تقدر من خلالها تفهم التلات سنينين أن هقضيهم إزاي في السنوي الزراعي طبعا إحنا عندنا ما يقرب من 127 مدرسة في أنحاء الجمهورية كل مدرسة ممكن يكون فيها الست تخصصات اللي اتكلمنا عليهم في مدرسة تانية فيها أربعة في خمسة على حسب نوعية المدرسة ولكن فيه التعليم الفني الزراعي زي ما اتفقنا تعالوا مع بعض نشوف الصف الأول الزراعي ايه المواد اللي احنا ممكن ندرسها فيه طبعا فيه مواد عامة في سنة أولى ما فيش تخصص بعينه ولكن هنضع الطالب مع كمية دراسة كمية مواد بيدرسها عشان يقدر يشوف اتجاهاته وميوله الفكرية وايه اللي هيتميز فيه وياخد لمحة عن كل مجال أو كل قسم في التعليم الفني الزراعي فهيدرس مواد بشكل عام فالصف الأول مش هيكون فيه أي نوع من أنواع التخصصات ايه المواد اللي بندرسها؟ أولا اللغة العربية وادبها والتربية القومية والتربية الدينية دي تلت مواد نظرية يعني ملهاش جانب عملي طب أنا اللغة العربية والقومية والتربية الدينية أنا مهم جدا عندي أن أنا أكون متسكر لأن الطالب مهما كان لازم اللغة بتاعته تكون أساسية كمصريين اللغة العربية أساس حياتنا فعشان تقدر كمان بعد كده أبحاثك تكون قوية تقدر إذا قدرت تتخش تعليم مفتوح أو تقدر تناقش رسالة ماجستير في أي مجال مهني فيما بعد في مجالك اللي أنت تختاره إن شاء الله لازم يكون بحثك دقيق ويكون أساسي في اللغة العربية كاللغة فيه طبعا تلت مواد نظريين كمان زي اللغة الإنجليزية والرضيات والدرسات الاجتماعية طالب يقول اللغة الإنجليزية أنا أدرسها ليه في التعليم الزراعي أنا عايز أطلع فني وعارف العمليات الفنية في الزراعة فقط أنا أدرس إنجليزي ليه؟ لا طبعا لأن أنت علمك بيزداد يوم عن يوم ويه نتيجة الأبحاث فيه أبحاث كتير باللغة الإنجليزية لازم تجيبها وتترجمها مش بس كده في المزارع مثلا في يوم الأيام اتعرض ليه خبير جاي في العنب التصدير طب أنا كمهندس زراعي جاي خبير هيديني خبراته في التعامل طب أنا أتواصل معه إزاي؟ فدي نقطة مهمة جدا اللغة الإنجليزية لازم تتسقلها لأن اللغة الإنجليزية والعربية معانا في الثلاث سنين الصف الأول والصف الثاني والصف الثالث الرياضيات أتقول لي أنا أعمل إيه بالحساب؟ لا طبعا إحنا عندنا في المجال الفني والزراعي أبسط حاجة عشان تقدر تشوف قطعة الأرض اللي أنت بتديرها أو عمبر الدواجن اللي أنت بتديره خسرا ولا كسبان وفيه مصرفات فهتشوف صف الربح وفيه معادلات لأنه لازم أقدر أحسب مثلا عدد الشتلات في الفدان أجيبها إزاي؟ دي كلها قوانين موجودة فلازم برياضيا أنا أكون مؤهل لده طبعا دي إحنا بنتكلم عن مواد الصف الأول زي ما اتفقنا الدراسات الاجتماعية طبعا جغرافيا مصر بحالها لازم تشوف تمركز كل محصول من المحصيل اللي أنت هتدرسها موجودة في أنه منطقة وليه في المنطقة دي بيجود القطن والمنطقة دي بيجود محصول تاني وليه مصانع السكر متركزة في المنطقة الفلانية فأنا لازم أكون على دراية بجغرافيا زراعة ومناطق تمركز المحصيل سواء محصيل حقل أو محصيل فكهة بشتى الأماكن والطرق حتى السروة السماكية أماكن تمركزها فين؟ دي مواد نظرية زي ما اتفقنا ننتقل بقى لي مواد عملية وأقسام رأسية قسم رئيسي زي البيولوجي بيولوجي هيدرسوا كل الطلبة اللي داخلين في المجال الفني الزراعي أي وطبعا بيولوجي لازم أدرس بيولوجي النبات وبيولوجي الحيوان بيولوجي نبات وبيولوجي لازم أكون على دراية بدورة حياة النبات بدورة حياة الحيوان وأقدر أتعامل معاه فقسم رئيسي طبعا أنا مش أتكلم بشكل فائد عن الأقسام الرأسية ولكن هنتخصص النهاردة وفي حلقة اليوم فقط عن الأقسام اللي أنا أقدر أختارها من سنة تانية لكن الأقسام الرأسية دي هدي لمحة بس بسيطة عنها ولكن أساسية أي طالب خريك فني معمل تصنيع غذائي ميكانة حصلات بستانية فكهة أو خضر وزينة انتك حيواني أسماك لازم يكون على دراية بالبيولوجي بتاع النبات والحيوان الحاسب الآلي قسم رئيسي في التعليم الفني الزراعي في الصف الأول والتاني والتالت ليه؟ طبعا إحنا لو أخذنا بنا في العام الماضي في مطلع 2020 بسبب فيروس الكورونا وقف التعليم لفترة بسيطة وما قدرناش نروح المدارس ولكن تعويدا عن الامتحان انطلب مننا بحوث طب أنا دلوقتي لو مش على دراية بالحاسب الآلي كنت هعمل البحث بتاعي وأقدمه ازاي؟ فقسم الحاسب الآلي هيخليني أنا كمان في وظيفتي فيما بعد بعد التخرج قادر على إنشاء برامج تسمين البرامج دي أعملها ازاي؟ من خلال الورد عندي الأكسل العمليات الحسابية كمهندس أو محاسب في مزرعتي أو العنبر أو مزرعة الدواجن بتاعتي أو المزرعة الغيت اللي عندي دي كلها أمور أكسل باور بوينت زي اللي أنا بشرح بين الوقتين تقدر تحاضر وتقدر تكون معلم وتقدر تعلم أجيال بخبرتك طبعا من خلال الباور بوينت لعرض التقديمي أكسل قاعدة بيانات الإنترنت الإنترنت هتتعلم في قسم الحاسب الآلي ازاي تتعامل مع الإنترنت وتوصل انك عايز تدور على معلومة هتقدر تجيبها بتدير معمل معين وعايز توصل لحاجة في تحليل عينات التربة عايز تشوف العناصر السمادية بأهمياتها ونقصانها تقدر تبحث وتديب المعلومة من خلال معرفتك بقسم الحاسب الآلي للإنترنت الحاسب الآلي قسم كبير جدا ولو تكلمنا مش هنوفيه حقه ولكن مهم لكل طالب في التعليم الفن الزراعي انه يستخدم القسم ده وما يغيبش عن اي يوم فيه لان فيه معمل مجهز في كل مدرسة كل طالب بيكون قاعد على الجهاز بيتعلم صح بيقدر يستستم اي مشروع هيفكر يعمل فيه اي مصنع هيشتغل فيه هيقدر يستستم وضعه ويتقدم مهنيا وفكريا بسبب قسم الحاسب الآلي طبعا محاصيل الحق ده القسم العملاق برضو اساسي قسم اساسي في صف الاول والتاني والتالت واي خريج في اي تخصص في التعليم الفن الزراعي لازم يدرس محاصيل الحق وده هيكون ليه حلقة لوحده كقسم لانه القسم ده بيعلم الطالب خبرات حياتية كبيرة جدا في مجال الزراعة بشتى او بكل التخصصات اللي انا ذكرتاك تخصصات اقدر اختارها ولكن محاصيل الحق قسم اساسي هتلاقيه معاك في الكل هتروح اي تخصص من التخصصات اللي انا اتكلمت عنها هتلاقي مادة محاصيل الحق موجودة فمحاصيل الحق ليكون ليها مادة حلقة باذن الله ان شاء ربنا وعيشنا لوحدها بعد كده برضو مواد عامة زي الكيميا والفيزيا ومساحة وري وميكانة زراعية الكيميا والفيزيا دي مواد انت لما بتدرسها بتؤهلك انك عايز لقيت نفسك متفوق ومتميز في الكيميا والفيزيا هتتجه بقى انك تختار قسم فن معمل ولكن هتدرس ايضا مساحة وري وميكانة زراعية لقيت نفسك في المساحة وري والميكانة متميز ومتفوق وحبيت المجال ده تقدر تختار تخصص الميكانة واستصلاح الأراضي صناعات غذائية كل طلبة سنة أولى بيدرسوها ليه؟ عشان يكون عندك أساس حبيت تختار المجال ده تقدر تتجه للتصنيع الغذائي في سنة تانية أساسيات البستين بداية بتديك لمحة عن تخصص الحاصلات البستانية والمزارع الفجهة والخضر والزينة والنباتات العطرية بتدرس أيضا أساسيات الانتاج الحيواني والدجيني كأساسيات عشان تقدر تختار المجال اللي انت عايزه طيب في سنة تانية بقى أنا في سنة أولى أخدت لمحة عن كل المجالات مادة 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 من كل مجال عشان أقدر أبلور فكري وأشوف أنا متميز في إيه وميال لي إيه وهبقى ناجح في إيه عشان كده سنة أولى مواد عامة طيب سنة تانية هنبتدي من هنا بقى في سنة أولى في نهايتها بتعرض عليك يعني رغبات تشوف أنت عايز تروح قسم إيه أنا عايز أروح حاصلات بستانية لأنه عجبتني مادة أساسيات البستين أو أنا عندي أبويا عنده مزرعة فأنا عايز أدير المزرعة بتاعت والدي طيب واحد تاني يقولك لا أنا عايز أعتخصص إنتاج حيواني لأن شاطر فيها أو لأن والدي يمتلك مثلا مزرعة دواجن فأنا عايز أدير مزرعة والدي بفكر تعليمي صح إن احنا بنقدم مادة علمية وبنقدم مهارة الطالب بيكتسبها في التعليم الفني الزراعي فقرارك هيكون ناتجة عن دراستك للصف الأول الزراعي طيب الصف الثاني بعد ما بتاخد قرار وتتجه للقسم اللي أنت عايزه وناخد بنا لأن فيه أقسام بيكون عليها الطلب كتير فمش هينفع طبعا كل المدرسة هتروح قسم واحد وبقى الأقسام لا فبيكون فيه أقسام بتاخد من درجة أو نسبة مئوية لنجاحك في الصف الأول فنلاقي مثلا القسم حصلات البستانية أقولك من 80% وطالع نسبة النجاح أو التفوق في الصف الأول عشان نقدر نحدد عدد معين في القسم طب أنا مش متفوق خلاص أنت مضطر تدخل تخصص مش برغبتك فعشان كده لازم نتميز وبلاش نمشي بمبدأ ثقافة الامتحان لا استفيد استفيد من المواد العلمية استفيد من خبرات المدرسين استفيد من المساحات اللي عملها النا الدولة عشان ندربك فيها وانطلعك فني ماهر شاطر تقدر تنفذ العملية الزراعية على أكمل وجه فبعد اختيارك واتجاهاتك سواء فني معمل أو تصنيع غزائي أو ميكانة واستصلاح أراضي أو حصلات بستانية أو انتاج حيواني أو انتاج أسماك هتدرس في سنة تانية بعض المواد تعالوا نلقي نظر عليها عشان يبقى معاك رؤية كاملة للسنوي الزراعي لو قررت تدخل تعليم فني زراعي إن كنت ولي أمر أو تلميذ خارج من الإعدادية في الصفة تانية طبعا في مواد كل التخصصات هتدرسها زي ما اتفقنا مواد نظرية زي اللغة العربية وإحنا قلنا ليه لازم ندرس اللغة العربية اللغة الإنجليزية نفس الكلام والتربية الدينية دي مواد نظرية يعني لها امتحان فقط نظري ملهاش جانب عملي فيه هينضاف هنا بقى في سنة تانية احنا جبرنا شوية اتعلمنا شوية أساسيات في البيولوجي والمحاصيل والمواد العامة في سنة أولى ندخل على قسم جديد زي الإرشاد الزراعي والاقتصاد الزراعي دي أقسام نظرية فقط أقسام نظرية فقط ولكن مهم عايزة تلفت نظرنا لدور الإرشاد الزراعي التوعية أنا لازم أكون متابع للنشرات اللي بتنزل بشكل دوري من وزارة الزراع في الجامعيات التعاونية الزراعية عشان أكون ملم بالموعيد والتواريخ مثلا ممنوع ري البرسيم في شهر مايو عشان أتفادى حشرة معينة كذلك القطن فيه حاجات بتصدرها وزارة الزراع القسم الإرشاد وقسم الاقتصاد مهمين جدا في المجال ده طبعا دي أقسام رأسية ومش هادر أو فيها حقها دلوقتي وبرضو عندنا حاسب آلي وورش وسيانة حاسب آلي تكلمنا أنه هو قسم عملاق لازم يتواصل معي في الثلاث سنين والورش وسيانة المادتين دول مادة عملية فقط ملهاش امتحان نظري جانب عملي فقط امتحان عملي فقط بس ايه الجديد عليها في سنة تانية ورش وسيانة ايه المادة دي هتفيدني في ايه اي تخصص هتتخصص فيه من الخمس ست تخصصات اللي احنا عرضناه في بداية الحلقة حيكون فيه اجهزة انت بتستخدمها اذا كنت في فن معمل فيه جهاز مايكروس كوب انت بتتعامل به الصيانة بتاعته ووضعها ايه ان كنت في ميكانة واستصلاح وراضي بتستخدم جرارات ولوادر وأماكن وماكينات حصاد وتزرية ودراس الحاجات دي كلها لازم يكون عندك كطالب تعليم فن زراعي خلفية على صيانة الحاجات دي كلها اه انا هتخصص انتك حيواني ولكن انا عندي مكنة جرش حبوب اصيينها ازاي فمادة ورش والصيانة بتنضف علينا في سنة تانية علشان انا اكون عندي المهارة دي اكتسب المهارة بتاعت صيانة المعدات بالورش عندي هينضف عندي طبعا في المواد العملية مادة اسمها البان ومادة تربية نحل العسل وددان الحرير مع محاصيل الحقل زي ما اتفقنا محاصيل الحقل دي مادة اساسية موجودة معنا في اولة وتانية وتالتة لكل طالب بيدرس في التعليم الفن الزراعي طب ايه الالبان وايه النحل ضيفنا عليكم المادتين دول وكل طالب في كل التخصصات هيدرسوا المادتين دول لان الالبان قسم عملاق قسم اساسي هتدرسه في تانية وفي تالتة هتكون ملمة بمشتقات الالبان والجبن وصناعة السمن طب النحل انا كطالب هتخصص واخترت ان انا اتخصص في الانتاج الحيواني ادرس ليه نحل لان انت ممكن تكون مع مزرعتك سواء مزرعة تسمين عجول عايز تعمل مشروع صغير زي منحل تقدر يكون عندك ربح سريع منه فلازم تدرس تربية نحل العسل ويددان الحرير طبعا كقسم ليه حقه وليه وقته طبعا اللي ممكن نتكلم فيه فيما بعد لان النحل مجاله كبير جدا ودرسته شيقة وجميلة فكده الالبان و تربية النحل هيدرسهم كل طلبة التخصصات اللي احنا تكلمنا عليهم فيه الصف التاني وان شاء الله فيه الصف التالت والمحاصيل قلنا لها حلقة خاصة طيب في سنة تالتة انا كده مش هتكلم بقى عن كل التخصص في سنة تانية هيدرس ايه غير لما اخلص الصف التالت طيب الصف التالت ايه المواد العامة برضو هندرس ايه في سنة تالتة كل الطلبة هندرس ايضا اللغة العربية سابتة معنا والانجليزية و تربية الدنيا قلنا دي مواد نظرية هينضف علينا مادتين تبع قسم الارشاد والاقتصاد وهي تسويق زراعي وإدارة مشروعات ودي ايضا مواد نظري لها امتحان نظري فقط ولكن بعيدا عن ثقافة الامتحان المواد دي هتضف لي ايه كطالب فن زراعي هتضف لي ان انا ازاي ادير مشروع صغير اقدر عارف الداخل والخارج الارادات والمصرفات ازاي اقدر اسوق المنتج بتاعي ومن خلال الحاسب الالي كمان اقدر انشئ موقع الكتروني دلوقتي بسبب جائحة كورونا انتشر التجارة الالكترونية اقدر اسوق المنتج بتاعي من خلال مواقع الكترونية او ويب سايت فكل الاقسام بتخدم على بعض فانا هنا لازم ادرس تسويق زراعي ما انا ما ينفعش يكون عندي مزرعة تسمين عجول ومش قادر ابيع او اودي لمصانع انتاج اللحوم الانتاج بتاعي وكذلك ايضا في اي مشروع انت عاست تعمله فلازم تدرس كويس او ادارة مشروعات وتسويق زراعي هنضيف عليهم مادتين جداد ايضا ما خدناهم شوالا في اولا ولا في تانية وهي مادة افات زراعية وامراض نبات الافات الزراعية اي مجال من الخمس ستة تخصصات اللي عرضناهم ولسه نتكلم عنهم بالتفصيل مهم جدا قوي قوي افهم تخصص كل حشرة وازاي اقدر اتقي شرها بطرق كتيرة لمقومتها فلما افهم دورة حياتها اقدر اقومها كذلك ايضا امراض النبات انا ما ينفعش اعمل مزرعة سواء زارة بقى محاصيل حقل او مزارع فاكهة او 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 واتهاجمني حشرة زي زبابة الفاكهة تدمر لمحصول العنب فدراست امراض الافات زي ما قلنا ويه الامراض لو جات لي امراض مثلا زي البياضة الدي اي اي ومعرفتش ايه المبيد اللي قدر ارش به المزرعة تدمر المحصول هيروح مني فدراستي لامراض النبات كعلم وايضا هكتسب مهارات لانها مادة عملي ودراست الافات الحشرية كعلم وايضا هقدر اكتسب لاني هشوف كل الحشرات دي موجودة عندي بالقصب وهقدر افهم دورة حياتها واقدر اتعامل معها فاقدر احمي مشروع الخاص او المكان اللي انا موظف او شغال فيه ان كانت مزارع كبيرة او مشروع خاص بيا طبعا الالبان زي ما تكلمنا والحاسب الالي ومحاصيل الحقل وتربية نحل العسل ايضا هندرسهم في الصف الثالث مع بعض طيب ايه بقى المواد الخاصة بكل قسم سواء في الصف الثاني او في الصف الثالث نبدأ باول قسم عندنا انا هاختاره وانا دي بقى اقسام انا هاختارها لكن الاقسام الاساسية زي الالبان والنحل والكلام والحاسب الالي دي تخصصات الكل هيدرسها تخصصات رقصية او اقسام رقصية طيب قسم فن معمل الصف الثاني هادرس كيميا وفيزيا تاني انا درستهم في سنة اولى عجبني فكر الكيميا وفكر الفيزيا وعايز اتخصص في المجال ده وهدرس وسائل تعليمية وعهد ومخازن وامن وقائد ايه ده ليه ليه فن معمل هادرس الكلام ده طيب في سنة ثالثة هادرس برضو كيميا وفيزيا وهضيف عليهم مادي اسمها مايكروبيولوجي اللي هو علم الاحياء الدقيقة تفتكروا في فن معمل انا لما ادرس في سنة ثانية وتالثة المواد اللي انا اتكلمت عليها هو انا في الاول وفي الاخر هطلع ايه خريج تعليم فن زراع قسم فن معمل اقدر اكون امين معمل لشان كده بدرس عهد ممكن يكون معملي الخاص ممكن يكون معملي الخاص عشان انا لما تجيلي عينات مية عايز احللها هروح فين هروح لخريج فن المعمل في معمله او في المكان اللي بيشتغل فيه هو اللي يقدر وهو اللي دارس هو اللي فاهم وهو اللي هيقدر يقف على عينات المية دي ويقول لي هي صالحة للزراعة ولا لا نسبة الاملاح فيها ونسبة المواد الصلبة الزائبة تي اس اس هيقدر يقول لي دي مناسبة لمحصول كذا ومحصول كذا ومش مناسبة لزراعة محصول كذا ده مين يعني انا لو خريج حاصلات بستانية وعندي مزراعة فاكها محتاج عندي بير عايز اعرف المية دي صالحة للزراعة ولا لا هلجأ لخريج الفني المعمل في معمله هيقدر زي ما بيحلل نسبة المية هيقدر يحلل دعنا نشوف مع بعض ادي المعمل الامكانيات متاح عشان يقدر يحلل العينات بتاعته ودي طبعا القسم ده بيتجه فيه معظم الطالبة البنات لان مش هيقدروا على شغل المزارع في الجو المفتوح او مزارع تسمين العجول فيه طبعا ده باختيارك زي ما انت عايز ولكن ده قسم بيكون شغلك فيه في معمل زي ما احنا شايفين او انت براحتك ممكن شغلك يكون فيه في معمل زي ما انت عايز بحلل عينات التربة بحلل عينات المية بقدر احلل عينات النبات نفسه عشان نقدر اقول لصاحب المزارع نباتك فيه نسبة عالية قوي من الحديد متوفر فبلاش تضيف حديد فقدر اوفر له في التكاليف اقدر من خلال عينات التربة خريك فن معمل يقدر ياخد عينة اطبعا ويحللها ادي الحافر زي ما احنا شايفين ويقدر ياخد عينة التربة دي من اماكن مختلفة او قطاعات مختلفة من الارض عشان يقدر يشوف المحتوى الغذائي من العناصر الغذائية اللي موجودة في التربة واللي موجودة في النبات عشان نقدر نحط برامج تسميد كويسة ومزبوطة وقدر كمان خريج الفن المعمل يقدر يشتغل في معامل تحاليل الاغذية في المصانع الكبيرة يقدر يكون مسؤول عنها يقدر يكون مسؤول عنها يقدر يعرف المحتوى الماكروب في العينات المقدمة عنده طبعا من خلال المعامل اللي احنا شايفينها مع بعض فالعينات دي يقدر يرفضها او يقبلها وكمان يقدر يحلل ما يسمى بمتبقيات المبيدات والتسميد والعناصر عشان يقدر اوصل لعينة او نبات خالي من المسببات المرضية تاني قسم معنا وهو قسم التصنيع الغذائي تصنيع الغذائي طبعا هاجي في سنة تانية هدرس مادة اسماء صناعات غذائية ويعجاء ومخبوزات ومستخلصات غذائية وتكنولوجيا المصانع في سنة تالتة هدرس برضو صناعات غذائية ويعجاء ومخبوزات وحفظ وتصنيع اللحوم والاقبال في القسم ده برضو بيكون على نسبة كبيرة من البنات لمحتواه اللي هم يقدروا عليه ولكن طبعا فيه أيضا تخصص تصنيع الغذائي بيكون فيه طلبة رجال ليه لأن انت هنا بتقدر تكتسب خبرة وبتزود فرص العمل بتاعتك بمصانع تصنيع اللحوم بما انك قدرت تكون فني ماهر واكتسبت المهارة دي فانت هتكون على دراية بفنيات حفظ اللحوم وكمان الألبان والمشتقات بتاعتها زي الجبن والزبدة والزبادي تقدر في المعامل الكبيرة دي في مصانع الأغذية قادي زي ما احنا شايفين في الصور إذا كان هننتج ألبان أو زبادي من مشتقات الألبان فأنا أخريك تصنيع غذائي قادر أشتغل في المصانع الأغذية الكبيرة أو منظمات وهيئات مرابط الجودة بتاعة الأغذية والألبان فيه شركات عندنا خاصة بالاستراض والتصدير طبعا وإدارة التنوين عايز في التصنيع الغذائي بنقدر نصنع مربة من شتى المحاصيل اللي احنا بنقدر نعمل منها المربة فأقدر أعمل مشروع صغير لنفسي أقدر مربة بس لا طبعا عندنا العصائر فخريجي التصنيع الغذائي ده المجال واسعا معاه أنه يقدر يشتغل في مصانع أو يدير مشروع خاص به زي مشروع المخلل سواء بقى أرنبيت أو زي ما احنا شايفين الزيتون في مخاللات كتير نقدر سواء شغال أيضا في مصنع أو مشروع خاص العجائن والمخبوزات إحنا بندرس ما ده سواء عجائن ومخبوزات في التصنيع الغذائي طب أنا كطالب فني خريج تعليم فن زراعي قسم تصنيع غذائي قادر أشتغل في مصانع اللي خاصة بالعجائن والمخبوزات طبعا طبعا أقدر أعمل مشروع خاص بي طبعا تقدر تعمل ده فالعجائن والمخبوزات في التصنيع الغذائي من ضمن الحاجات اللي بيكون الطالب قادر أنه بيكتسبها وينفزها طيب التخصص التالت وهو قسم الميكانة واستصلاح الأراضي في سنة تانية الطالب اللي بيتخصص في قسم الميكانة بيدرس ما يسمى بكيميا الأراضي بيكون على دراية بكيميا الأراضي والتركيب بتاع الأرض الزراعية اللي هيشتغل فيها بيدرس هندسة وميكانة هندسة وميكانة ودول شكين كبار جدا في قسم الميكانة ونظم رأيه صرف واستزراع الأراضي الصحراوية لأن الاستصلاح بتاع الصحرة كله قائم على خريج الميكانة زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض في السنة التالتة هيدرس أيضا كيميا أراضي وهندسة وميكانة واستزراع الأراضي تبتعالوا مع بعض نتابع العرض التقديمي ونشوف خريج قسم الميكانة ده قسم الميكانة بيتبع شقين فيه شق اسمه الهندسة الزراعية وده بيشمل المساحة والري والمباني فقدر أقول أن القسم ده بداية كل الأقصام يعني أي حد فينا محتاج يشتري مزرعة محتاج يعرف المساحة اللي هو يشتريها ويرفعها على خريطة بمكياس رسمه معين طيب أنا دلوقتي في حالة من حالات الورث سايب لولاده مزرعة ميت فدان وعنده خمس أولاد فأنا محتاج أقسمها قسم الهندسة أو خريج الطالب الفني خريج قسم الميكانة والهندسة الزراعية هو اللي يقدر يحل موضوع الورث ده ويدي كل واحد حقه أيضا بيكون فيه عندنا منازعات ما بين الجيران يعني أنا عند الجار للجنب مني طيب مين اللي يحلل المشكلة دي مهندس المساحة اللي هو خريج قسم الهندسة والميكانة ففض المنازعات قائم على هذا القسم طيب فالحق بيرجع لصحاوه طيب المساحة دي أنا بقدر أرفحها عشان أحدد كمان كمية التقاوي اللي لازمة لزراعة الفدان فاللي حدد لكمية التقاوي أو عدد الشتلات في وحدة المساحة هو مهندس المساحة أو خريج قسم الميكانة واستصلاح الأراضي بالنسبة للرأي الرأي كتصميم شبكات رأي والصرف والأبار الأماكن دي كلها بيحددها الخريج بتاع قسم الميكانة واستصلاح الأراضي وأيضا إقامة الطرق في المزرعة بتاعتي هو اللي بيقدر بالهندسة بتاعته يقدر يحددلي المشيات والطرق اللي أنا عايزها فتصميم شبكات الرأي زي ما قلنا ومكان البير ده كله تخصص خريج قسم الميكانة والهندسة الزراعية طيب وحتى المباني في الانتاج الحواني لو عايز أنشئ مبنى فلازم أحدد مساحة كل ده يرجع للقسم ده الشك التاني في قسم الميكانة أو الهندسة وهي الميكانة والسلح الأراضي وهو الميكانة الميكانة دي المعدات التقيلة زي ما احنا شايفين عندنا المحاريت أنا في قسم المحاصيل عايز أحرة أرضي أنا في مزرعتي كخريج حاصلات بستانية عايز أساستي من الأرض بتاعتي وحرتها مين يقدر قسم الميكانة بالمعدات بتاعته فأنا عندي محاريت وآلات حصاد بنقدر نستخدمها آلات كابس أش الرز والجرارات الزراعية والكمبين مثلا آلة حصاد الرز وآلة جرش الحبوب دي كلها معدات زراعية أو ميكانة تخص هذا القسم فالطالب يكون على دراية بيها استصلاح الأراضي نفسه استصلاح الأراضي الصحراوية من استخدام لوادر أو بالتوزر كل ده أقدر من خلال قسم الميكانة أروح أعمل الحاجات دي في المزارة المطلوبة فكل الألات دي بتساعد إيه بتساعدني أنا على سرعة أداء العمليات الزراعية المختلفة زي ما احنا شفنا مع بعض أدي مثلا هنا غيط تورا أنا طبعا لو هستخدم أيدي عميل عشان يحصده الحق لده الدنيا هتبقى متعبة جدا فأنا عندي الماكان هنا بتحصده في نفس الوقت بتفرم فبتديني سرعة في أداء العمليات الزراعية فهو بوفر الأيد العميلة والجهد والوقت كمان مش بس كده بقلل التكاليف بتاعة الخدمة الزراعية وبتم العمليات الزراعية نفسها على أكمل وجه وبزود إنتاجية الفدان في وحدة المساحة ده غير زي ما احنا شايفين أهو الماكينة ماشية بتحصده الدرة وكمان العربيات اللي بتحمل موجودة وراها بشكل رائع فالمايكانة والآلات الزراعية والمعدات قسم اللي يستهان به وهو يعني في منظوري مهم جدا لكل الأقصام يعني خريج إنتاج حيوانا هيحتاج القسم ده اللي هينشأ مزارعة دواجن هيحتاجه اللي عنده مزارعة فاك هيحتاجه اللي عنده غيط وحقل زي ما حصير الحقل زي ما حصول الدورة الشامية زي ما احنا شايفين هيحتاجه لأن المعدات الزراعية لا غنى عنها زي ما احنا شايفين ونتابع برضو في الصور استصلاح الأراضي ده من تخصص المايكانة والهندسة الزراعية أرض سحرة هي قادر أستثمرها أستصلحها آه بإيه بالمعدات بقسم المايكانة فخريج التعليم الفن الزراع قسم المايكانة واستصلاح الأراضي خريج لا يستهام به بيكتسب مهارات عالية جدا ويقدر يخلي السحرة خضرة زي ما احنا شايفين طيب قسم الحاصلات البستانية زي ما اتفعنا بيجي في سنة تانية بيدرس بعض المواد اللي بتخص القسم لأن احنا عندنا جانب علمي لازم الطالب يكون على ضراعية به وعندنا جانب عملي لازم الطالب يكتسب المهارة المهنية فيه عشان يقدر بعد الثلاث سنين يطلع للسوق بقل بجامد يقدر يطكن العمليات الزراعية المختلفة في قسم الحاصلات البستانية في سنة تانية مادة اسمها زراعة محمية وزراعة حيوية وخدمة حاصلات بستانية وفي سنة تالتة برضو أدرس زراعة محمية ونباتات طبية وعطرية وخدمة حاصلات فيه القسم ده طبعا بمجتملاته الفكهة والخدر والزينة والنباتات العطرية كزراعة محمية أنا عند الطالب بيكون قادر وملم بطرق اكسار ونمو الحاصلات البستانية زي مثلا الفكهة زي ما احنا شايفين وبيكون ملم أيضا بظروف الانتاج المسلة في الحق أو حتى تحت البيوت المحمية كنظام السواب وبيكون ملم كمان بالاحتياجات المائية والسمادية القسم ده بيخليك قادر على فهم الاحتياجات المائية والسمادية لكل محصول بتدرسه من محاصيل الفكهة ومحاصيل الخضر ومحاصيل الزينة بتكتسب طبعا مهارات مهنية متخصصة زي التطعيم في الفكهة مثلا كان بكل أنواعه بقى تطعيم قلفي قلفي جانيبي التطعيم بالرقعة التطعيم بالعين أو الدرعي التطعيم بالشأ باللصق التطعيم الحالقي دي كلها مهارات بتقدر تكتسبها تقدر تكتسل مهارات زراعة التحميل يعني أنا عندي مزرعة فاكهة مزروعة مثلا على مساحة 4 في 6 متر فعندي مكان فاضي كتير عبال ما الشاتلة بتاعت تكبر أقدر أزرع زراعات بينية ليسمها زراعات التحميل أقدر أكون قادر على استخدام أفضل طرق أو الوسائل المختلفة عشان أحسن وأنتج حصلات بستانية بجودة عالية وأحميها من الإصابة من المسببات المرضية أقدر أنشأ المشاتل عندنا مشاتل زي الصورة اللي واضحة دلوقتي دي موالح بشاتة الأنواع بتاعتها مثلا الموالح في برتقان ويصفي ولمون حلو ولمون مالح ولمون الأضالية ويلبن زهير وعندنا مشاتل كتير طبعا دي شاتلة مثلا هنا العامل الفني يقدر يزرع ويقدر يعرف من خلال المساحات زي ما قلنا عدد شاتلات في وحدة المساحة مشاتل مش بس مشاتل فكهة في مشاتل زينة زي الشجيرات والمددات ونباتات الزل والنباتات المتسلقة والصبرات شاتلات الخضر نقدر نقول زي الفلفل والبازنجان والطماطم والشطة دي كلها خريج قسم الحاصلات البستانية بيقدر يتميز ويكتسب المهارات دي كلها وفي القسم ده انت تقدر تكون قادر على قدارة صوبة زي ما احنا شايفين في الصورة تكون قادر على إنشاء صوبة خاصة بك كمشروع خاص كزراعات محمية في صوب فيبر كلاس صوبة بلاستيكية في النت في الصيران تحت الأنفاء دي كلها زراعات انت بتكتسب المهارات فيها في القسم ده طيب قسم الانتاج الحيواني والداجيني ده القسم الخامس معنا اليوم حسب رغبتك ممكن بعد السنة أولى تختار أنك تدخل قسم الانتاج الحيواني من خلال دراستك لمادة أساسيات الانتاج الحيواني في سنة أولى فقررت أنك تتجه ليه القسم ده هتدرس في سنة تانية مع المواد الأساسية اللي احنا قلناها والأقصام الرئاسية هتدرس دواجن أغنام وماعز صحة حيوان حيوانات لبن ايه موضوع الدواجن ده طبعا انت خرج قسم انتاج حيواني فلازم تكون قادر طبعا على إنشاء وإدارة عنبر دواجن في سنة ثالثة هندرس برضو مادة دواجن ومادة صحة حيوان ومادة حيوانات لبن دي مواد التخصص فقط تعال نشوف مع بعض أنا كفني اتخركت ودخلت تلات سنين تعليم فن زراعي وتخصصت في مجال الانتاج الحيواني والدكيني أقدر أنشئ عنبر دواجن آه طب أنا ما عنديش رأس المال أقدر أشتغل وأدير بفهمه ومهارات عالية عنبر كبير زي ده طبعا تقدر أنت تكون فني اكتسبت كل المهارات دي هذه العنابر زي ما احنا شايفين مشاريع عملاقة وفي مصانع أو في شركات عملاقة جدا بالمنظمات الأغذية تقدر تشتغل وتتوظف فيها بما إنك فاهم دراسة الدواجن والإنتاج بتاعها طيب مادة أغنام وماعز القسم بيخليك مش بس تدرس الأغنام والماعز من النحية النظرية فقط لا ده هيقدر يخليك تكتسب مهارات مثلا في الأغنام إزاي تحصل على الصوف الصوف ده بيكون من أصناف معينة زي الصنف المارينو إزاي تاخد الصوف ده الصوف ده بيكون منتج رائع جدا وتقدر تسوقه تقدر تميز بين الأصناف المنتجة لللحم والأصناف المنتجة للبن سواء في الأغنام أو الماعز من خلال مادة أغنام وماعز وحيوانات اللبن أيضا يعني إحنا هتتعرض في القسم ده أنت تدرس تربية القبل الجمال وتربية الخيل زي ما احنا شايفين مش بس كده طبعا الأساسي بقى الكبير المشية قصحة حيوان وكحيوانات لحم كمواد دراسية الخريج بتاع القسم ده بيكتسب مهارات طبعا يقدر يدير بيها قطعان الانتاج الحيواني والدواجن تحت نظم الانتاج المكسف وتقدر تطبق تكنولوجيا التناسل في خطط التربية وحفظ الأصول الوراسية الخريج كمان القسم ده بيعد خريج بيقدر يحط برامج تحسين وراسي مناسبة للحيوان وبيقدر كمان ينتج منتجات حيوانية عالية الجودة زي مثلا تسمين العجول طبعا التسمين اللي وضع حيوانات اللبن لها وضع تاني قسم الانتاج الحيواني والدواجيني بيكسب الخريج مهارات يقدر يطبق بيها مفاهيم وقسس تغذية الحيوان ويقدر كمان يطبق برامج وقائية عشان يمنع انتشار أي مرض وبائي سواء أمراض وبائية أو متواطنة أو مشتركة والقسم ده كمان يقدر يخليك تشتغل وتنافس في السوق المحلية والإقليمية لأن انت بتكون ببساطة قادر انك تشتغل في شركات ومزارع الانتاج الحيواني ويداجيني ومصانع الأعلاف ومجال التلقيح الاصطناعي كمان وبيكون ليك قدرة في حل المشاكل المتعلقة بالانتاج الحيواني مش بس كده لو عندك مشكلة نقص أعلاف تقدر تستفيد من مخلفات الزراعية في تغذية الحيوان والدواجن وبتقدر تربط المعلومات النظرية بالمهارات العلمية آخر قسم عندنا وهو قسم تكنولوجيا انتاج وتصنيع الأسماك وزي ما اتفقنا ممكن تلاقي القسم ده مش موجود في مدرسة وموجود في مدرسة تانية ممكن قسم ما تلاقيش فيه ما يكانه استصلاح على حسب نوعية المدرسة والمنطقة اللي موجودة فيها أهم حاجة يكون المدرسة فيها الأماكن اللي تقدر تخدم الطالب عمليا عشان تكسبك مهارة معينة في التكنولوجيا طبعا انتاج وتصنيع الأسماك في سنة تانية وتالتة بندرس مواد وهي مزارع سماكية وتصنيع الأسماك وأساسيات تربية الأسماك طبعا زي ما احنا شايفين في المزارع السماكية بالأحوات زي ما احنا شايفين دي لها مميزات طبعا ان انا اقدر يكون برضو ببساطة اقدر اعمل المشروع ده احنا طبعا مصر في انتاج السماك تقريبا بكمية كبيرة جدا بننتج السماك لان احنا عندنا نهر النيل ويه طبعا البحار اللي عندنا احنا همينا المزارع السماكية انا كخريج تعليم فن الزراعي اقدر انتج اسماك اقدر انتج اسماك اعرف اسواها طبعا اقدر اسواها من خلال دراستي للتسويق الزراعي زي ما اتفقنا والاقتصاد الزراعي طبعا البولتي شهير جدا بتقدر تعرف الاسماك بتقدر تكون الخلطة بتاعة العلف نفسها تقدر انت تعملها من المنتجات اللي عندك وتقدر تشتغل في مصانع طبعا الاسماك مجالها كبير تقدر تشتغل في مصانع كبيرة خاصة بصناعة الاسماك او سواء في الاستراد والتصدير ده طبعا كله متاح فالتعليم الفن الزراعي زي ما احنا شايفين بالمجالات بتاعته سريعا كفن معمل تقدر تكون امين معمل تقدر تكون مسؤول في حيئة كبيرة طبعا على تحليل عينات المية عندنا قسم التصنيع الغزائي وده بيتوفد عليه البنات بشكل كبير لان هما اللي قدرى بالعملات دي بس بيدرسوها بقى من الناحية العملية وبيطبقوا ازاي يصنعوا المربة ازاي يصنعوا العصير ازاي يستخلصوا او موضوع الاجبان بانواع الجبن كلها من قسم الالبان طبعا الميكانة زي ما قلنا قسم عملاق مهندس مساحة رائع يقدر يرفع كل المساحات اللي عندنا ايه الحاصلات البستانية انا في مزارع الفكهة ان كانت خصوصك مثلا بتكون على دراج كبيرة اوي بقى بالفكهة بانواعها ومشتقطها ازاي كان مثلا فكهة انواع مثلا النواع الحجرية يعني ايه نواحة جرية زي البرقوق والخوخ طيب والمشمش فيه مثلا انتاج التفاحيات التفاح والكمترة والبشملة طيب الموالح فيه يعني مشتقات كبيرة جدا في الموالح طيب المانجو اقدر اصدر اقدر العنب اقدر اصدر اقدر طبعا بتقدر تميز ما بين الاشجار المتسقطة او الفكهة المتسقطة متسقطة الاوراق والفكهة مستديمة الخضرة ومجال الخضار نفس السيستم بتقدر تميز من خلال المورفولوجي بتاع كل نبات على حدة وتخصص الانتاج الحيواني رائع جدا لان انت بيكون المادة العلمية عندك متوفرة احنا قلنا بندرس اللغة العربية عشان انا ازود ابحاسي ولازم اكون متميز ومتجدد في المعرفة فانت هتاخد المعرفة من الناحية العلمية وبتطبقها من الناحية العملية فالتعليم الفن الزراعي مجالاته كبيرة جدا المهم انت نتمنى نكون قدرنا نحطك على الطريق الصح في فهم رؤية التعليم الفن الزراعي عشان تقدر تصنع قرار سواء ان كنت ولي ام تصنع قرار لابنك اذا كنت تلميز او طالب خارج من الاعدادية تقدر تاخد قرار من خلال العرض اللي احنا عرضناه في الصفوف الاولى والتانية والتالتة من دراستك للتعليم الفني الزراعي بكل مجالاته السوق مجاله كبير في التعليم الزراعي تقدر تعد نفسك في السوق بشكل مهم بس المهم ان انت تتواجد عمليا في قلب المدرسة تاخد حقك تتعلم كويس ما تسيبش المستر غير لما يديك المعلومة سواء نظرية او عملية ويخليك تنفذها بنفسك بلاش ثقافة الامتحان دي نصيحة الوحيدة والاخيرة في التعليم الفني الزراعي انت جاي عندنا عشان تقدر تدير ارضك البسيطة لو عندك ايرات واحد تقدر تزرعه صح مزرعتك تقدر تديرها صح ما عندكش الكلام ده كله هتشتغل في قطاعات خاصة تقدر تشتغل صح وتتميز عن زملائك من خلال المهارات اللي انت بتكتسبها معانا في التعليم الفني الزراعي طبعا انا بشكركم لحسن استماعكم وان شاء الله نلتقي في حلقة من الحلقات الاسرائية عن التعليم الفني الزراعي وعن معظم التخصصات اللي احنا بندرسها الى اللقاء دمتم بخير وفي خير الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة